اخطر الزلاجات في العالم واكثرها اثارة تذهب الى القمة وتنزلق الى الاسفل بسيطة جدا صحيح تقريبا كل واحد منا قد تمتع بها مرة او مرتين عندما كان صغيرا فطبيعي عندما نكبر نريد زلاجات اكبر واسرع واكثر اثارة اخبار جيدة يوجد حول العالم العديد من الزلاجات التي ستعيدك الى الطفولة او تجعلك تبكيك الرضع انها طويلة وسريعة والقليل قد غادرها باصابة وتبدو مجنونة بالنسبة لنا الالياف المتطرفة هل تبحث عن زلاجة معلق بها الكثير من الجدل اذا توجه الى المانيا وقم باخذ جولة في زلاقة الالياف المتطرفة فالزلاجة المائية هذه قد اصابت العديد من الاشخاص واحبطت العديد ايضا لانها لا تبدو مناسبة الا للرجال نعم هذا صحيح الرجال فقط فقد حدثت اصابات لعديد من النساء في المنطقة السفلية بعد تجربة هذه الزلاجة والتي قد تصل سرعتها الى سبعين كيلو مترا في الساعة وانه من المثير للاهتمام انه لم يشتك اي رجل من اصابات مشابهة بعد تجربتها ذيل العقرب اذا سافرت الى ويسكنسون في وقت ما ولديك رغبة في ركوب احدى الزلاجات المجنونة اذا فبحث عن متنزه سفينة نوح المائي موطن زلاجة ذيل العقرب حيث يبلغ ارتفاع الزلاجة الى ما يعادل عشرة طوابق ومع الانطلاقة الاولى تصل سرعة الركاب الى خمسة وخمسين كيلو مترا في الساعة ولكنك ستحتاج الى هذه السرعة لان هذه الزلاجة لديها حلقة بداخلها ومن اجل الحفاظ على سلامة الركاب تم بناء الحلقة بزاوية لتبقيك معلقا باحكام في الزلاجة والتأكد من خروجك منها بدون اصابات في حالة انك لم تلاحظ ان دبي تمر ببعض التغيرات الكبيرة والتي تتضمن مشاريع بناء بنايات تاريخية من اجل جذب السياح فالمتنزهات المائية تعتبر عملا مربحا والزلاجات مثل الجوميرا سايرة تعتبر اكثر ربحا انها توجد في منتزه الواد البري حيث يقف الركاب على باب فخ والذي يفتح فجأة ويسقط الركاب الى منزلق مشهور جدا وهو موطن زلاجة قمة الهبوط انه اسم ملائم جدا بالنسبة لما يحدث مع الركاب فتبدأ بارتفاع مائة وعشرين قدم لاعلى فالشجعان هنا يرتعدون خوفا ويرون شريط حياتهم امامهم بينما يسقطون بانحدار يقرب تسعين درجة انه من المعروف ان البالغين تصل سرعتهم احيانا الى مائة كيلو متر في الساعة وقد بلغ بعض الركاب انهم كانوا يعومون في الهواء بعيدا عن جوانب الزلاجة للحظات اثناء السقوط المائل فهذا يبدو رائعا جدا زلاجة السماء حسنا ان الزلاجات المائية تمتلك العديد من الخصائص عندما نتحدث عن الجنون فانها ليست مجرد متنزهات مائية فاخذ على سبيل المثال زلاجة السماء فان زوار مدينة لوس انجلوس قد يلاحظون وجود بنية زجاجية متطرفة من جانب مبنى يو اس بانك اولا فانها عند الطابق سبعين والبناية الزجاجية هي في الحقيقة زلاجة مصنوعة من زجاج سمكه واحد وربع بوصة ومعلقة فوق الشارع المزدحم بالاسفل حيث يستطيع الركاب تجربة شعور كونهم طائفين بارتفاع فوق المدينة انها ليست الاسرع وليست الاطول ولكن لديها افضل طلة على المدينة كيل منغارو باسم كهذا قد تتوقع شيئا كبيرا ولن يخيب ظنك بارتفاع 164 قدما فالزلاجة البرازيلية كيل منغارو تعتبر من اطول الزلاجات في العالم استهلك بناؤها حوالي 20 طن من الالياف الزجاجية و50 طن من الحديد فهذه الزلاجة تخيف معظم الركاب وتجعلهم يعودون ادراجهم والذين يتمكنون من تمالك اعصابهم يخضون تجربة بسرعات اكبر من 90 كيلو متر في الساعة فيمكنك تخيل الحالة التي ينتهي بها الركاب حلقة المدفع تم اغلاق هذه الزلاجة في التسعينات ولكننا لم نستطع مقاومة عرضها في موضوعنا اليوم ففي الثمانينات والتسعينات كان متنزه اكشن في نيوجيرسي موطن لزلاجة حلقة المدفع وهي كنوع الزلاجات التي قد جربتها انت واصدقاؤك من اجل تحض بينكم فزلاجة حلقة المدفع سخيفة جدا لانها كان بها حلقة عمودية عند نهايتها فالمتنزهات الاخرى تستخدم حلقة مائلة للحفاظ على الركاب من السقوط او ايذاء انفسهم ولكن ليس متنزه اكشن فبينما كان مفتوحا العديد من الركاب اصيبوا اصابات بالغة لدرجة انهم اضطروا لغلق الزلاجة المجنونة في ارتفاع 130 قدم المجنونة ليست اطول زلاقة ولكنها ترتقي لاسمها فهذه الزلاقة البرازيلية تجذب السياحة من جميع انحاء العالم لان لديها سمعة مخيفة فهؤلاء الذين لا يقومون بالهرب منها يبكون سريعا ونحن نعني سريعا فهم يعرفون لماذا هي لعبة مجنونة فالسبب في ذلك السقوط بالسرعة القصوى فقد سجل الركاب سرعات اكبر من 100 كيلو متر في الساعة بينما يهبطون الى الاسفل انها مثل السفر على الطريق السريع ولكن بدون سيارة فلا عجب من انهم يجعلونك تقوم بتشبيك ذراعيك وقدميك قبل السقوط فيروكت يجب ان تعرف في البداية ان اسم هذه الزلاجة يترجم من الالمانية ليعني مجنون او مختل عقليا ويجب عليك ايضا معرفة ان طفلا بعمر عشرة سنوات توفي بينما كان يلعبها في اغسطس 2016 فبعكس الزلاجات الاخرى هنا يتم ربط الركاب في طوافة ليقوموا بالسقوط فبارتفاع 168 قدم وهذه اطول زلاجة مائية في العالم فهؤلاء الشجعان يقومون بتجربتها بينما تصل سرعتهم الى حوالي 100 كيلو متر في الساعة فبسبب هذا تنص اللوائح على ان مجموعة وزن الثلاث ركاب يجب ان يكون ما بين 400 الى 550 رطل للتأكد من ثبات الطوافة عيار السماء منتزه اكشن في نيوجيرسي فعلها مجددا فنفس المكان الذي احضر زلاجة حلقة المدفع الينا يقوم الان بازالة الستار عن عيار السماء فهم مصممون على اعطائنا تجربة الحلقة العمودية فزلاجة معيار السماء تأخذ الركاب في سقوط حر بطول 14 متر قبل الدخول في الحلقة اذا ما الاختلاف هذه المرة اولا يدخل الراكب في قفص حماية قبل بدء السقوط هذا يؤكد انهم لن يرتطموا بجوانب الزلاجة اثناء السقوط وبعد بلغ سرعة 80 كيلو مترا في الساعة وتجربة بقوة 60 جيفورس بداخل الحلقة يخرجون من النهاية الاخرى قطعة واحدة بدون اي اصابات حسنا ما رأيكم في هذه الزلاقات المجنونة هل يمكنكم تجربة اي منها اخبرونا برأيكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب في الفيديو شكرا على المشاهدة والى اللقاء